طبعا الفترة الذي بدأت طلب السنواء العامة فترة قصيرة جدا mean its very humble فان شاء الله هنالذي الى هذه الفترة بدأت باذن الله هنركز على طلب السنواء العامة او ابطال السنواء العامة السابقين انهم خلصوا من فترة قصيرة بحس ان احنا نستفيد من تجربتهم اه خليهم يعملوا فيديو لكم هرية منهم لكم لطبعا يتكلموا عن تجربتهم باختصار شديد ونصيحة منهم لطلب السنواء العامة الحاليين نحاول نستفيد منهم باي شكل ونحاول ان احنا ان شاء الله نفكر ان احنا بعد سنة بإذن الله نكون في نفس الوضع ده ونحاول انا اضرب بكم الامثال وباقي المدرسين طبعا نضرب بكم الامثال ان شاء الله انكم تعتبروا نمازج مشرفة لكل الجيب بتاعكم ان شاء الله النهاردة الشخصية هو احمد ايمن او بكر طبعا الطالب ده هو الاول على عطوة من سنتين ومجموعه تسعة وصفين تقريبا في المية وعطوة من اول من حافظة الماني كان طالب متهد جدا وملتزم وطبعا ما شاء الله يعني عليه ان شاء الله نشوف تجريبته ايه وحاليا في تانية طب هنشوف تجريبته لما كان في السنة العامة او نصيحته لكم هتكون ايه يلا نسمع الله عرضينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم احمد ايمن اخوكم تانية طب المينيا معلش بعتزر على جودة التصوير وانا ما علفتش عمل لكم فيديو كويس بس هو جي سريعا كيف مفاجئة والله ان شاء الله انتظروني فيديوهات جاية ان شاء الله هتكلمك عن كل حاجة الحياة الدراسية في الجامعة وانا فترة دايخ لسة الجامعة جديد ان شاء الله بعد مخاطر السنوية عامة السنة دي انا دلوقتي الفيديو ده يبقى مخصص للانس اللي في تلت سنة وحاليا في الفترة دي اللي هبقى لها تلاتين يوم وان شاء الله هنا فيديو تاني بإذن الله فيديوات كتير كمان احكيلكو على انك تاخدوا تلت سنوية عامة الزام وان شاء الله تزايت حق حلمك وتوصلوا فبقى أقل مجهود بإذن الله ويبقى أعلى مستوى في سنوية عامة ان شاء الله لو انت قاعد دلوقتي واسمعني انت عايزك تسمع كمانتين دول كويس انت خلاص انت بطل انت تحبت انت عملت اللي عليك انت ادي لك شهور كتير بتذاكر وبتعمل اللي عليك ومذكرة ومتحنات وحل واجبات انت تعبت بس لازم لازم قبل اي حاجة قبل ما تخش انتحان لازم تحط في نفسك ان كل حاجة دي تدبير ربنا يعني ما تزعلش انت خلاص تعبت ان شاء الله عملت اللي عليك طبعا ما تزعلش لو انت بتحتش وعملش اللي عليك بس كله طبعا اغلب الناس اتعبت وعملت اللي عليها وان شاء الله ربنا يا كريم يا وفق فلازم تحط ان كل حاجة تحط في نها ان كل حاجة دي نصيف وانك ليك نصيف في كلية انت عايزها ان شاء الله ربنا يا كريمك ما لكش نصيف في كلية يعني انت عايزة مدخلتاش لك ضر الله بس انت تعبت وجبت وعملت اللي عليك وشاف نفسك جبت أخرك وتعبت ربنا والله يشغل لك حاجة أحسن والله فيها تربك كمان همثلة ونماذج لناس تعبت جدا وما وصلتش الكلاة اللي عايزها ودلوقتي بيت أحسن من المكان يعني دلوقتي تبقى أحسن من ما هو دخل الكلاة بتاعته يعني دلوقتي بيوم عيد ووصل لدركات عالية ودكتور في مادته وفي كليته وفي كذا فالمهم انك ما تخافش ان ربنا هيوفقك ان كان انت عملت ايه ربنا بيزن الله يكرمك المهم دلوقتي يا اخوات الصغرين انتوا فترة مهمة جدا مهمة جدا جدا كمان انت باقي تلتين يوم يعني خلاص بقى من داعش تعب سنين داعش تعب حلم سنين وتعب شهور عشان بس تلتين يوم ويقول لنا هتحبتوا جبت أخري واللي يحصل يحصل لا انت لسه يا باشا انت بتعبتش او بالدرجة الكافية زي الشهار ده انت ان شاء الله دلوقتي الفترة دي هتخليها مراجعة بسيطة جدا للمواد اللي انت واع فيها للدروس كمان انت واع فيها بس هتبدأ تحل 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 كتير انا عايزك تشوف كمية اسئلة اخبية انت اصلا هتخش تواجه اسئلة مش هتواجه ايه ايه اللي انت زاكرت ولأ هتواجه على هيئة اسئلة فانت دلوقتي تتدرب نفسك عشان تبقى متعود وشايف اسئلة كتير متنوعة جدا هتحلها ومعاكش الجبات معاكش الجبات هتراجع طبعا ترجع مدرس بتاعك اللي يتابع معاه سواء اولاين انا عرف في زروف كورونا ربنا هعافينا ويعافيكم ويكرمكم انا هجموكم في اي وقت واي حاجة مستنى تعليقاتكم واي كومنتات وحابب تكلمني في اي حاجة انا معاك هسيب لك لينك فيسبوك دلوقتي هو تمام وكمان هتابع التعليقات بتاعتك وارد على كل حاجة واي سؤال عندك سيبهولي كومنت وانا هرد عليه بنفسي ان شاء الله ربنا هعافيك ومتقلقش يا بطل انت ادها ادها قدود كمان ان شاء الله بازن الله وعن الله انت موفق 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 يا بطل احب انبه بس الاخر حاجة كده ان شاء الله انك ما تسمعش لصعابك في الفترة دي بالذات ما فيش حاجة صعبة انت ادها اي حاجة كله بيجي بمذاكرة اي اللي هيحصل عليك ولا هيجرى عليك هيجرى البيئ زمايلك وعلى مستوى الجمهورية فلا بتقلقش وبايزن الله ربنا يوفاك وتدخل بقى سواء كلية طب حندسة اعلام اي حاجة دايب كل الكليات حلو على فكرة كل الكليات طبعا هتبقى تعب بس يعني تعب انت اده انت ربنا هيحطك في مكان اللي انت هتستحقها وتفر الكلية ايه بس متقلقش ومتزعلش وعايز اكتو اه معلش حاجة اخيرة بحب اشكر اه دور ميسي محمود اه كان اخ كبير مدرس واخ وكل حاجة اه مفيش وقت احتاجت له وملهتوش كان دايما جنبي وجنب اي طالب بيحتاجه فعلا كان دايما مصدر ثقة لنا كان دايما ميتامنة كان دايما بيقول لنا انت ادى اي حاجة وانك هتوصل وانك بتعمل اللي عليك وانك تعبته وانك بطل ويعني بجد بشكره جدا مهما انشكرته طبعا فواليده بلي جزء جميل علي ان شاء الله يتردله في اولاده في اي حاجة بإذن ربنا يكرمه وان شاء الله في انتظار تعليقاتكو بإذن الله في انتظار اي سؤال في اي كومنت سوا هنا على اليوتيوب ام او على صفحتي اللي هتبقى دا اسم الصفحة بتاعتي وحاطبت بالسورة بتاعت الشخصية ان شاء الله فانتظر اي سؤال منا في اي وقت وان شاء الله يا بطل انا معاك وان شاء الله موفق وربنا معاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته